اشتركوا في القناة قدم سمو الشيخ خالد بن حمد لجلالته اللاعبين الفائزين بالمديليات الأربع الذهبيتين والفضية والبروزية خلال المشاركة المشرفة لمملكة البحرين في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في إنجاز تاريخي غير مسبوق يضاف إلى سجل إنجازات البحرين الرياضية ورصيدها الحافل حيث جاءت المملكة في المركز الأول عربيا وثالث وثلاثين عالميا من بين حوالي 204 دول مشاركة في الأولمبياد وقد أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم في بداية الاستقبال عن شكره للعابين أبطال البحرين والإداريين على ما بذلوه من جهد كبير وما قدموه من أداء ومستوى متميز وقدرات وإمكانيات رفعة في هذه المنافسات وأنهم جلالته على هذا الإنجاز العالمي المشرف والتاريخي رفعين راية الوطن عالية خفاقة في هذا المحفل الأولمبي الكبير وأضف جلالته أنه لا شك أن الإنجازات التي حققها الرياضيون ستكون دائما واستمرارا لطموحات تحقيق المزيد من الإنجازات مستقبلا خاصة وأنها كانت على مستوى نخبة من الرياضيين من مختلف دول العالم وأن إحراز البحرين المركز الأول عربيا هو إنجاز ومدعاة للفخر والاعتزاز مشيدا جلالته أيده الله بإخلاص اللاعبين وحرصهم بكل عزيمة لمزيد من الطموحات والإنجازات في المسابقات القادمة منويها جلالته بروح الإصرار والعزيمة التي يتميز بها أبناء البحرين الذين أثبتوا تفاوقهم في مختلف الألعاب الرياضية وقدرتهم على اعتلاء منصات التتويج بجدارة واستحقاق وأعرب جلالته عن شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة مثنيا على جهود سموهما المخلصة وعملهم الدؤوب من خلال قيادتهم الناجحة لمسيرة الرياضة البحرينية والتي انعكست بدورها على الإنجازات العديدة والمهمة التي يواصل تحقيقها أبناء وبنات المملكة في كافة الرياضات وفي المنافسات الإقليمية والقارية والعالمية مقدرا جلالته جهود وعطاء القائمين على الاتحادات الرياضية والأجهزة الفنية والإدارية في الأصول إلى النتائج المشرفة كما نوها أيده الله بتكاتف وتعاون الأسرة الرياضية البحرينية ودعمها لخطط وبرامج الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية والتي نقلت الرياضة البحرينية إلى المنافسة الحقيقية وحصد الألقاب والبطولات والمراكز المتقدمة وقد تفضل جلالة الملك المعظم بمنح اللاعبين وينفرود ميلت فيافي أحمد محمد عمر غازي سلوى عيد ناصر وغورنتيغرن أرميس ميناسيان وسامة الكفاءة من الدرجة الأولى تقديرا لإسهاماتهم في خدمة البحرين وتعزيز مكانتها الرياضية وتحقيق هذا الإنجاز الرياضي الكبير وتمنى جلالته لهم ولجميع الرياضي المملكة دوام التوفيق والتقدم ومواصلة مسيرتهم الناجحة والمشرفة وتمثيل الوطن خير تمثيل في البطولات والمشاركات الخارجية القادمة وأن يكون الفوز دائما حليفهم وقد أعرب اللاعبون من جانبهم عن عميق شكرهم وبالغ تقديرهم وامتنانهم لحضرة صاحب الجلالة واعتزازهم بمنحهم هذه الأوسمة وبالرعاية والدعم والتشجيع الذي يحظون به دائما من جلالته والذي كان له الفضل في تحقيق هذه الإجازات المتميزة متوجهين بالشكر الجزيل لسمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد على دعم وتشجيع سموهما المتواصل ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله أصحاب السمو والمعالي والسعادة ضيوفنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اليوم نحتفي بروح العزيمة والإصرار التي يمثلها نخبة من رياضي وطننا العزيز الذين لم يكتفوا فقط بالمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بل عادوا إلينا بالذهب والفضة والبرونز وما هذا إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم بدعم جلالتكم رعاكم الله إنه لشرف كبير أن يلتقي فيه أبطالنا الذين رفعوا اسم مملكة البحرين عاليا في هذا المحفل الرياضي الدولي بجلالتكم حفظكم الله ورعاكم وما لقاء جلالتكم هذا إلا تقديرا لعطاءات هؤلاء الرياضيين وجهودهم الجبارة لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي الآن يتشرف اللاعبون بالسلام على جلالة الملك المعظم وتكريبهم السيدة وينفرد موتلي يافي حاصل على ميدالية ذهبية في لعبة 3000 متر موانع السيد أخمد تاج الدين حاصل على ميدالية ذهبية في لعبة المصارعة في وزن 97 كيلو جرام السيدة سلوى عيد ناصر ناصر حاصل على ميدالية فضية في لعبة 400 متر والسيد غورتي جران أراميس مينسيان حاصل على ميدالية برونزية في لعبة وزن 102 كيلو جرام وأعرب سمو الشيخ خالد بن حمد عن خالص الشكر والامتنان إلى مقام عاهل البلاد المعظم على دعمه الكبير والمتواصل للقطاع الرياضي في مملكة البحرين وأشهد سموه بالاهتمام البالغ الذي يلي جلالته لشباب البحريني والرياضة بشكل عام مما يعكس رؤيته الثاقبة ودعمه المستمر للرياضيين وأوضح سموه بأن الإنجاز الأولمبي التاريخي الذي تحقق في أولمبياد باريس 2024 يعد ثمرة من ثمار رعاية الملكية السامية التي تحظى بها الرياضة البحرينية مؤكدا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التوجهات السديدة والدعم اللامحدود من جلالة الملك المعظم وفي الختام جدد سمو الشيخ خالد بن حمد شكره وامتنانه لجلالة الملك المعظم دعين الله عز وجل أن يحفظ جلالته ويمده بموفور الصحة والعافية وأن تستمر مملكة البحرين في تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات كما تقدم سموه بخالص الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء على الدعم والمساندة المستمرة للحركة الرياضية مثمنا كذلك اهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ترجمة نانسي قنقر